مغرب كثفت فرق الإنقاذ مغرب كثفت فرق الإنقاذ مغرب كثفت فرق الإنقاذ مغرب كثفت فرق الإنقاذ الحدث يبدأ من يوم الثلاثة الثاني من فبراير 22 عشرين بعدما سقط طفل المغربي في بئر عمقه يزيد عن 32 متراً بنواحي مدينة شفشاون جماعة سامروت دوار إغران القصة بدأت من منشور واحد عبر الفيسبوك يقول فيه صاحبه أن طفلاً اسمه ريان اختفى ليكتب بعدها أنهم وجدوا ريان في البئر ثم تتسلط أنظار الإعلام الإلكتروني المغربي على الموضوع لتهرول الدولة إلى مكان الحادث بكل ما أوتيت من قوة من أجل إنقاذ الطفل ريان لم تمضي ساعات قليلة حتى أصبح الموضوع منتشراً في المغرب بشكل عام ليتحول بعدها إلى قضية رأي عام ظل العالم يتابع الحادث عن كثب في بثوث مباشرة على مدار الساعة بفضل القنوات التي جندت مراسلها لخدمة قضية ريان ولتوصيل الصورة الحية إلى المغاربات والعالم أجمع رغم العرقيل والصعوبات التي واجهتهم في الوصول إلى المكان المعلوم بدأت الجرافة الستة في الحفر يوم الأربعاء فجراً لتبدأ معها آمال العالم على أن يخرج ريان سالماً كانت السلطات حينها وضعت كاميرا في عمق البئر لمراقبة حركات الطفل مرفوقة بقارورة من الأكسجين وفي بعض الأحيان تمد له الطعام والماء والفرحة الكبرى أن الطفل أكل وشرب في ظل وجود الظلام الحالك هنا تشبت العالم بآماله أن ريان سيعيش بعد خمسة أيام من الحفر خرج ريان يوم السبت الخامس من فبراير هرولت به السلطات إلى سيارة الإسعاف مرفوقاً بوالديه ومن ثم إلى المروحية التي نقالته إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط نعم خمسة أيام لعلها مدة طويلة ولكننا رأينا بأعيننا كيف كانت تحدث انهيارات التربة والحجارة كلما اقتربوا من الطفل ريان وكأن التراب أخذ عهداً على عاتقه ألا يعيد الطفل إلى أهله وإلى العالم رغم هذا وذاك خرجت الدول النامية في بلاغات رسمية تشيد فيها بجهود المغرب المبدولة وأشهر ما قيل أن المغرب حرك جبلاً من مكانه لأجل ابنه العالم كان يشاهد لحظة الخروج العالم أصبح سعيداً بخروج الطفل البريء إلا أن دقائق الفرحة كانت دقائق قليلة ليصدر ديوان الملك المغربي بلاغاً ينعي فيه أسرة الراحل ريان كان ملك المغرب يتابع عن كثب ككل الناس واتصل بوالدي الطفل من أجل العزاء واستفسارهما عن حالتهما والتخفيف عنهما وتقديم المساعدة انصدم العالم بالخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم لكنهم جميعاً رضوا بقضاء الله وقدره وقالوا قدر الله وما شاء فعل تحرك المحسنون من جميع أنحاء العالم ليتطوعوا بما آتهم الله من خير لعائلة ريان سواء بالمبالغ المالية أو الشقق المنزلية لأسرة الطفل ولأبطال الإنقاذ الأبطال والده اللذان حارب الساعات والدقائق والثواني وتحلايا بالصبر العم علي الصحراوي واحد من أولئك الذين وهبوا حياتهم لريان واشتغل في الحفر طيلة خمسة أيام رجال الوقاية المدنية الذين استغلوا بدون توقف على مدار الساعة رجال الدرك الملك والقوات المساعدة صاهروا من أجل حماية المواطنين وإبعادهم عن الحفرة رجال الإعلام والصحافة النزهة الذين أتوا من كل حداب وصوب فقط من أجل توصيل الخبر اليقين والكثير من الآياد الخفية التي ساهمت لوجه الله في إنقاذ الطفل ريان ريان لم يكن مجرد عابر ريان كان طفلا ولكنه استطاع أن يواحد الكرة الأرضية في وقت وجيز قالوا عنه الكثير والكثير بعد وفاته ولكن أصدق ما قيل والقول الحكيم هو ما قاله الشيخ محمود الحسنات جاء ليذكركم أنكم أمة واحدة ورحل ريان علمنا احتساب الوقت بطريقة أخرى لنعيش معه في الخمسة أيام الدقيقة كأنها عام نعم استطاع ريان توحيد العالم رغم الصراعات السياسية استطاع أن يوحد العالم رغم اختلاف الألوان والأجناس والأديان والأعراق كان ريان رسالة ربانية للعالم رحل ريان ولكنه ترك فينا روح الإنسانية وأحيى ضمائرنا وقلوبنا من جديد بعدما لوثتها أوساخ الحياة صورته في أذهاننا ذكراه في ضمائرنا ريان في قلوبنا إنا لله وإنا إلي رجعون اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريد إلكتروني وطني شامل ومستقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر